الشكل الجميل اللي انتو شفتوه اللي كابتن خطيب يتكلم عنه ده نتاج عمل اربع تيام فقط لانه كان وراها ناس ما بتنمش ناس فعلا ابدعت هذه الصورة الرائعة جدا اللي اشعرت كل اعضاء وجمهير النادي الالي في كل مكان بكل هذه الفرحة وهذا الزهوة الكبرياء انه النادي الاهلي بهذه القيمة الكبيرة جدا خلف هذا العمل بالتأكيد على رأس الادارة التنفيذية الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي مع الزميلة نهواند تفضل نهواند مراحبا حضرتك مرة تانية يا استاذ ابراهيم وخليني اقول لحضراتكو طبعا يعني في ختام اليوم ولكن اكيد تخطية الاهلي مستمرة يعني دكتور سعد شلبي منورنا في هذا اللقاء المدير التنفيذي للنادي الاهلي ومش هبدأ غير واقول مبروك يوم جميل احتفالية رائعة نسكولها مبسوطة تكريمات عظيمة رموز كانت موجودة يعني كان لازم تكرم وكرمت بشكل محترم جدا دكتور سعد بجد يعني احنا كلنا سعداء حيب النهاردة يعني اسمحيلي يا نهواند ان انا اشكر حضرتك واشكر كل جمهور النادي الاهلي في الحقيقة اللي امتبعنا عبر شاشة قناة النادي الاهلي وكان يوم تاريخي بالفعل لان كان حدث تاريخي مهم وهو إطلاق النجمة العاشرة وتطوير كبير بيحدث في العلامة التجارية للنادي الأهلي والعلامة التجارية هي الأقوى في السوق وده بيدي مصداقية الوعود للعلامة التجارية عندما يقول النادي الأهلي سيفعل عندما يقول النادي الأهلي سيحتفل سيحتفل احتفال يبهر الجميع أيضا يكون فيه إبداع كبير إبداع في كل فقراته إبداع أيضا في حضوره إبداع أيضا في تكريمه في طريق التكريمه لفريق النادي الأهلي بواحدة من العملات التسكرية يمكن الموزيع الفاضل تكرم علينا وقال أن دي العملة الوحيدة اللي يمتلكها نادي ودي واحدة من الحاجات التراصية بالنسبة لنا وده حاجة فريدة من نحة بين الأندية اللي موجودة في العالم أيضا الرموز اللي كانت موجودة النهاردة في هذا الحفل اللي كان يليق باسم النادي الأهلي أولا ثم جماهيره العظيمة ثانيا أيضا والإنجازات اللي حققها النادي الأهلي على مدار الفترة الزمنية الكبيرة النهاردة موجود اللجنة الأولمبية ممثلة الاتحاد الدولي ممثل فيه المهندس هاني أبو ريدا وأيضا ممثلا عن رئيس الاتحاد الأفريقي أصحاب المعالي وزراء الرياضة وزير الدولة للمجالس النيابية أيضا الاتصال الذي أجريه النهاردة من معالي دولة رئيس الوزراء بتمنياته بالحضور لكن الموعد المصبك اللي كان عنده في ظل هذا الحفل الكريم كان يتمنى الحضور لهذا النادي العريق وحضور هذه الاحتفالية الكبيرة هي في الحقيقة بتعكس أجواء الفرحة العارمة لكل جماهير النادي الأهلي اللي موجودة في كل مكان أيضا بتعكس مكانة النادي الأهلي في هذه الدولة العريقة أيضا كلمة الكابتن محمود النهاردة لما حتى يعني الكابتن محمود مشكورا تفضل بأنه هو قال بعض مقاطع الأغنية سلمة وراها سلمة أن كل واحد بيسلم لجيل ده كان بينعكس أيضا في تكريم بيعكس قيم ومبادئ النادي الأهلي في تكريم واثنين من الرموز اللي قدوا للنادي على مدار تاريخه الكابتن محرم الراغب كابتن عدل القيعي ده برضو بيعكس قيم ومبادئ النادي الأهلي عندما يكتب النادي الأهلي على جدران وتاريخ مبادئ تطوير هو لا يكتب فقط ولكن يمارس هذه الكلمات على أرض الواقع ودايما ده إحنا بنأكده في كل لقاءاتنا النهاردة أيضا قناة النادي الأهلي وتخطية الرائعة اللي بتتناسب مع قيمة ومكانة الحفل في الحقيقة والحضور المشرف من قناة النادي الأهلي والكاميرات والتطور اللي بتعكسه قناة النادي الأهلي كان يتناسب مع تغطية هذا الحفل وكنا كلنا ثقة على الرغم من أن كابتن محمود مشكورا في كلمته نيابة عن النادي الأهلي وممثلا عن مجلس الإدارة أكد على حاجة مهمة أن احنا كنا نفسنا جمهور النادي الأهلي بقى معانا في هذه الاحتفالية ولكن قناة النادي الأهلي تغلبت على هذا الحاجز بيننا وبين جمهورنا وقدرت تخلي جمهورنا يستمتع بكل لحظة في هذا الحفل الجميل الرائع في هذا اليوم اللي احنا كلنا فخورين به اللي احنا النهاردة في الحقيقة أن واحدة من الوظائف المهمة للعلامة التجارية بتاعة النادي الأهلي هو الوعي بالعلامة أعتقد أن هذا اليوم سيكون لدى كل المصريين بشكل عام ولدى جماهير النادي الأهلي بشكل خاص سوف يحفر في ذاكرتهم أن علامة النادي الأهلي أضافت النجمة رقم عشرة الكلمة أيضا تؤكد على احترام النادي الأهلي لكل تقاليده العريقة ويمكن كابتن محمود ذكر في كده قال إن إحنا لسه عندنا احتفالات أخرى ولكن هذه الاحتفالات ممنوحة للشركات الرعية اللي احنا متعقدين معاها ودى هنا بيوضح قيمة ومكانة النادي الأهلي في التزامه بعقوده وعهوده ودى واحدة من الوظائف الرئيسية للعلامة التجارية أن العلامة التجارية تحافظ على عهودها مع مستهلكيها وأكبر ناس إحنا بنعشاءهم هم جمهور النادي الأهلي العظيم اللي دايما بيتابعونا من خلال قناة النادي الأهلي اللي احنا فخرين بيها أو القناة رياضية يمتلكها نادي احنا فخرين بيها أنا بشكورك جدا على هذه الشهادة العزيزة جدا دكتور سعد وزي ما حضرتك بتقول وأنا حأكد كلامك تاني أكيد إحنا الممبر اللي من خلاله زي ما بنقول همزة الوصل بين النادي الأهلي والجماهير إحنا يمكن فعلا الجماهير مش معنا النهاردة لكن من خلال التغطية المستمرة لحظة بلحظة بنحاول إن إحنا من خلال القناة اللي حضرتكم المشهد حي كل ما يدور هنا في ملعب التتش من احتفالية وتتشين للنجمة العشرة خليني أروح مع حضرتك لنقطة برضو وهاخد من كلام حضرتك دكتور سعد ودايما كابتن محمود الخطيب يكون فعلا حريص على وعوده وشفنا ده ولما اتكلم مع اللعيبة اقول لهم أنا عارف إن انتوا مضغوطين أنا عارف إن انتوا تعبتوا أنا عارف إن إحنا لازم نحتفل بكناش احتفالنا بس لازم حنحتفل وفعلا تم الاحتفال وتم التكريم وجيل رائع برضو من فريق يعني ولعبت النادي الأهلي شرفونا وبطولات عظيمة يعني زي ما بتقال كده كابتن باتسو مستماني كان معنا هو قال يمكن الدوري راح لكن في بطولات كتير كمان كانت موجودة معنا واللي جاي لسه كتير جدا فأنا عايزة برضو تعقيم من حضرتك على هذه النقطة يعني خلينا أقول حضرتك إن الكابتن محمود بس بس النهاردة في الحفل كان بيأكد للعيبة تقديره لحجم عطاهم وتقدير لهذا الجيل لما بازلوا من جهد وفوز ببطولات غالية بطولة أفريقيا التسعة وبطولة أفريقيا أيضا رقم عشرة والفوز بكأس البدلية البرونزية لكأس العالم للأندية وفوزوا بكأس السوبر وها نحن مع موعد إن شاء الله قريب مع كأس السوبر المصري إن شاء الله كان كابتن محمود حريص بعد نهاية مباريات الدوري وتأكيد عدم حصول النادي الأهلي هذه المرة على هذه البطولة الغالية علينا كان فيه تقدير ونزل أرض الملعب ويمكن هذه الكلمة كانت محل تقدير من كل المصريين كانت محل تقدير من كل القيادات المصرية إن النهاردة هذا هو القائد هذا هو الرمز الحقيقي الذي يقدر ويعلم حجم المجهود المبزول وأيضا في نفس الوقت يعلم حجم المجهود المبزول من اللاعبين وحمسهم وقال لهم عندكم اللي جاي لسه كتير واللي جاي ممكن ناخد بطولات أكتر وعندكم فرصة أكبر تسجلوا يعني أسميكوا بحروف من ذهب في سجل النادي الأهلي يكفي أن هذا الجيل هو الذي أضاف التاسعة والعشرة للعلامة التجارية للنادي الأهلي ده كان موجود في كلمة كابتن محمود أيضا النهاردة ويمكن قال هو كان حريص على احتفالين للتاسعة والعشرة مع الشركة الرعية إن شاء الله لكن هو قال ممكن نجم في احتفال واحد والاحتفال أيضا كان يليك بحجم الإنجاز إن شاء الله الحداشر كمان والاثناشر جمهور الأهلي يعني لا يشبع من البطولات زي ما إحنا عارفين كابتن ساعدة أنا مش هتطول على حضرتك لكن خليني أستغل وجودك معنا برضو ونحكي ليه جمهور النادي الأهلي يعني تطوير رائع جدا حقيقي النادي الأهلي بكل فروعه بيشهده جهد مبذول حاجة محترمة جدا يعني زي ما بيتقال كده ما فيش حاجة ممكن يعني عضو من أعضاء النادي الأهلي يفكر فيها أو يتمنىها غير لما بتبقى محققة حقيقي فخلينا برضو نروح لهذه النقطة والأخذ ما حضرتك بيها يعني خليني حضرتك ذكرت نقطة مهمة كانت يعني أنا كنت حابب في الحقيقة أتكلم فيها لما حضرتك قلت تطوير كبير لصالح أعضاء النادي الأهلي خلونا النهاردة ننتهز هذه الفرصة ومن خلال قناتنا الجميلة نطل على أعضاء النادي الأهلي ونقول لهم كمان شكرا أعضاء النادي الأهلي شرفتونا بالتزامكم النهاردة بقواعد الحفل في الحقيقة في المقر التاريخي للنادي الأهلي وهو مقر الجزيرة اللي بيشهد أيضا حركة تطوير كبيرة لكن هذا التطوير قد يكون ليس له قيمة إلا في وجود أعضاء يحملون كل معاني الرقي هم أعضاء النادي الأهلي في الحقيقة ونعكس ده في التزامهم ودعمهم ومسندتهم لكل ضوابط الحفل في الحقيقة الحاجة التانية في روع النادي الأهلي في الحقيقة ويمكن احنا قلنا مرات عديدة الأهلي النهاردة أكبر نادي في جمهورية مصر العربية يمتلك أصول وأكبر نادي بيبيع بطاقات عضوية على مستوى كل الأندية المصرية على الرغم أن النادي الأهلي قد ينظر إليه البعض على أنه نادي جماهيري لكن في الحقيقة نتيجة لهذا التطوير امتلك الأهلي الحسنيين فهو نادي الرياضي بالتراز الفريد وأيضا نادي اجتماعي من تراز فريد بحركة التطوير اللي بيشملها في فرع المقر الرئيسي في نادي فرع مدينة ناصر أيضا في فرع زايد فيه إن شاء الله في التجمع وإن شاء الله تطوير مستمر تاريخ مبادئ تطوير إن شاء الله يا دكتور سعد بشكر حضرتك جدا وزيط من التوفيق بإذن الله أنا بشكر حضرتك والعودة إلى الستوديو مرة تانية للأستاذ إبراهيم المنيسي ترجمة نانسي قنقر